وصفتي لليوم من الوصفات اللي انشهرت كثير على تيك توك وحبيت اليوم إني أشاركها معكم تعالوا نعمل مع بعض أطيب وأشهى كرات التراميسو طبعا هاي الوصفة من الوصفات اللي كثير حبيتها واللي لازم اتجربوها للوصفة هوني رح أستخدم البسكوت الخاص للتراميسو الكمية هوني تقريبا 200 جرام طبعا هوني رح أستخدم الفررامة الفررامة كثير بتساعدكم بتشغل وبتسهل عليكم الشغل في البداية رح أكسر هوني كل كمية البسكوت وبعدها رح أطحنه بالنسبة لطحن البسكوت انه هوني لازم يكون معنا ناعم تقريبا طحنته مدة دقيقتين هلا هوني رح أنزل البسكوت المطحون وهيك عندي طبعا صار جاهز بخليه على جنب ورح أحضر هوني للقهوة بالنسبة للقهوة هون رح أستخدم معلقة ونصف من القهوة سريعة ذوبان أكيد ممكن تستخدموا أي نوع ورح أستخدم هوني ربع معلقة صغيرة من القرفة اختياري بس بتعطي نكعة كثير طيبة نزلت هون 150 مل طبعا الماء اللي استخدمته هون هي ماء سخناء خلطتم كثير منيح بنزل القهوة فوق البسكوت ورح أقلب البسكوت هون كثير منيح حتى يشرب عندي كل كمية القهوة طبعا أول ما تقلبوه بتخلوه على جنب حتى يبرد عنكم شوي بهاي الفترة هوني رح نحضر مع بعض للجبنة بالنسبة للجبنة هوني رح نحتاج الجبنة الكريمية طبعا الكمية هي 200 جرام بس كمية القطعة لأنا استخدمته هون 220 جرام رح أنزل عليها ثلاث ملاقة كبار من الحليب المكثف المحلة وباستخدام المعلقة بقلبها كثير منيح حتى تتجانس عندي شوي المكونات طبعا الجبنة هون الأفضل إنها تكون بدرجة حرارة المطبخ حتى يسهل عليكم الشغل استخدمته هون المشبك اليدوي حتى أخفقهم كثير منيح مع بعض طبعا بهاي المرحلة إذا حبيتوا تستخدموا خلاط الكيك طبعا أكيد ممكن وبيكون أسهل عليكم بالشغل رح أرشيكم القوام النهائي للجبنة هيك عندي القوام ممتاز هلا على طول رح أنزلها فوق البسكوت وبعديها رح أعجنهم كثير منيح مع بعض رح أحكي ملاحظة بالنسبة للعجينة العجينة رح تضلها معكم شوي بتلزق وهيك القوام تبحى طبعا هون بتغطوا الصحن بتخلو الثلاجة تقريبا مدة ساعة وبعديها بتشتغلوا في العجينة أنا هون طبعا تركت الصحن تقريبا مدة نص ساعة ويشتغلت في العجينة بس الأفضل حتى يكونت الشغل عليكم شوي أسهل حطوها بالثلاجة مدة ساعة بنأخذ قطعة بكورها وبعديها بفردها بهاي الطريقة ورح أحشيها هون أنا نوتيلة بتعطي نكهة كثير طيبة وبتحاولوا تسكروها كثير منيح طبعا وقت لما تجبض معكم الكرات بتحسوا نوتيلة من جوه جامدة صراحة طعمها جدا رائع بعد ما نخلص تكويرها منحطها على طول في الكاكاو الكاكاو اللي استخدمتوا هون هو كاكاو غير محلا بقلبهم كثير منيح برجع بكورهم بهاي الطريقة وبعديها بحطهم بصحن بعد التكوير الأفضل تتركوهم تقريبا مدة ساعتين حتى يجمدوا معكم الكرات كثير منيح ممكن تقدموهم بعد ساعة بس إذا بدكم إياهم جامدين تركوهم مدة ساعتين بتمسك معكم الحبة ما شاء الله الطعم النكهة قدمت جمبها كاسة نسكة فيه صراحة لازم اتربوها وهي وصفتنا لليوم بتمنى إنها عجبتكم بتمنى كمان إنه الفيديو أعجبكم إذا عجبتكم الوصف وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها ويعطيكم ألف عافية